الدرس الرابع والأخير في الواحدة بديه بيتكلم عن علاقة الطرح بالجامع العلاقة ما بين الطرح والجامع إيمان اتدخلت يعني حوشت 130 جنيه ثم أعطاها والدها 20 جنيه في عيد ملتها فكام أصبح معها يبقى هي حوشت 130 وباباها ادها 20 يبقى 130 زائد 20 بكم بـ 150 لكي تشتري إيمان مجموعة من القصص عادت وأخذت 20 جنيه مما اتدخلتها عشان تشتري قصص حواديث أو روايات خادت 20 جنيه من اللي حوشته يبقى هي كان معاها 150 خادت منهم 20 فضل معاها 130 فكده بيقول ان 130 زائد 20 هتلاقوا في سهم كده اهو شمال بتساوي 150 و 150 ناقص 20 بتساوي 130 يبقى هي دي العلاقة ما بين الجامع والطرح انت لما بتجمع عددين على بعض بيدوك رقم لو طرحت اي واحد فيهم من الرقم ده هيديني الرقم التاني من تاني يعني هنا نفس الفكرة بيقول الشكل ده في 350 جنيه 100 زائد 100 زائد 50 كم نحتاج من النقود ليصبح المبلغ 450 جنيه يبقى المبلغ كله احنا قلنا 350 زائد 100 هيدونا كام هيدونا 450 لو عايزين نعرف المبلغ المكمل المكمل اللي هو ايه اللي زودناه يبقى هناخد 450 ونشيل منها 350 يطلع 100 اللي هي اللي زودناها يبقى 350 زائد 100 بتساوي 450 او 450 ناقص 100 بتساوي 350 بالاستعانة بالشكل المقابل هنا بيقول لي دي 4735 ودي 6908 مجموعهم على بعض هيديني كام هيديني 11643 هو من ديني الناتج على بعضه فبيقول الديلتين دول هيدوني الدايرة اللي براك كبيرة يبقى ده المجموع بتاعهم زي ما قلنا 11643 هو من ديوني اصلا طيب لو جمعناهم بالعكس يعني بدل 6000 زائد 4000 بقت 4000 زائد 6000 هل في فرق لا احنا قلنا الجامع ابدالي العليمين زائد العشمال هي نفسها العشمال زائد العليمين طيب لو هنطرح 11643 ناقص 6908 هتدينا كم هتدينا الرقم التاني 4735 طيب لو عكسنا وطرحنا الرقم التاني هيديني الرقم الاولين 6908 يبقى اي رقمين صغيرين بنجمعهم يدونا رقم كبير لو طرحنا اي رقم منهم هيديني الرقم التاني هنا اكمل بيقول لي 8374 زائد مية تبقى 8474 طيب كم زائد مية ب 14072 يبقى كاني بشيل مية كاني بقول 14072 ناقص مية هدينا 13972 طيب كم زائد مية بتمانية وخمسين الف يبقى سبعة وخمسين الف وتسعمية زائد مية بتساوي تمانية وخمسين الف طيب العلاقة دي بقى ايه مقص مية زي ما قلنا احنا الجامع هو نفسه عكس الطرح فطول ما احنا بنجمع مية من اليمين للشمال يبقى من الشمال اليمين بنطرح مية طيب 8374 زائد عشرة هتبقى 8384 طيب كم زائد عشرة بقى 14072 يبقى 14062 كم زائد عشرة بتمانية وخمسين الف يبقى 57990 وهنا برضو نفس الفكرة احنا بنطرح عشرة ده مقص عشرة يدينا ده سؤال الخامس يقول لي هنا 874 زائد 35 بتساوي 909 هي نفسها 35 زائد 874 بتساوي 909 لو جينا نطرح بقى يبقى 909 ناقص 874 من غير ما نحسب هتدينا 35 او 909 ناقص 35 هتدينا 874 تمام نفس الفكرة هنا تعالوا نشوف دي 1001 ناقص 73 بتساوي 928 يبقى لو هنجمع بقى الرقامين دول 73 زائد 928 هتدينا 1001 يبقى 928 زائد 73 بتساوي 1001 او 1001 ناقص 928 تساوي 73 كده احنا جربنا كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل سؤال السادس بيقول لي ما العدد الذي يطرح من 500 لينتج 99 يعني هناخد الخمسمية نطرح منها رقم يدينا 99 مش هي نفسها لما نقول 500 ناقص 99 500 ناقص 99 بكام كأني بطرح 100 وبزود 1 خمسمية ناقص 100 بربعمية زائد واحد بربعمية واحد يبقى الرقم اللي لو طرحناه من خمسمية هيدينا 99 هو ربعمية واحد ايه بعد كده العدد الذي يضاف الى 734 عشان يدينا 1000 يبقى 734 زائد رقم يدينا 1000 كأني بقول ايه كأني بقول الف ناقص 734 الف ناقص 734 بكام هيبقى 266 يبقى لو جمعنا 734 زائد 266 هتدينا 1000 اذا طرحنا ربعمية من عدد كان الناتجة ربعمية برضو فما هزا العدد يبقى عدد هنطرح منه ربعمية هيدينا ربعمية كأني بقول ربعمية زائد ربعمية بكام يبقى 800 800 هي العدد اللي لو طرحنا منه ربعمية هيدينا ربعمية برضو